لقد غيرت جائحة كوفيد 19 الطريقة التي نتواصل بها اجتماعياً ونتعلم ونعمل ولتقليل اللقاء المباشر ووقف انتشار الفيروس اختار الكثير من الناس في العراق التواصل عبر الإنترنت عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائية في العراق عبر الإنترنت مع قادة دينيين وباحثين اجتماعيين في جميع أنحاء العراق لتقديم الدعم للمجتمع وتشجيع المصالحة ونشر رسالة السلام والوحدة دعم برامج العمل مع القادة الدينيين عبر الإنترنت حول نبذ التطرف والعنف ينعش الأمل بمستقبل مشرق للجميع نشر الخلق الحسن ودعم الفئات الأكثر ضعفاً هما مفتاح لبناء نسيج اجتماعي قوي فكل جيل في العراق له الحق في الاهتمام والرعاية عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائية في العراق على تمكين آليات السلام المحلية طوال فترة الوباء من أجل تلبية احتياجات الفئات المهمشة وضمان الوصول للجميع لقد تحمل العراقيون المصاعب سنوات عديدة لكنهم متحدون في المحافظة على الاحترام وحب بعضهم بعضاً بغض النظر عن الاختلافات العرقية والدينية والثقافية بالتماسك والاتحاد سنضمن الازدهار ومستقبلاً أفضل للجميع سيتواصل تدريب القادة الدينيين والباحثين الاجتماعيين عبر الإنترنت في عام 2021 وحتى الآن تلقى أكثر من مائة ألف شخص من الفئات المهمشة الدعم أثناء الجائحة من خلال تقديم المعونات الغذائية والمستلزمات الصحية وتعقيم الأماكن العامة والتوعية الوقائية دعونا نواصل دعم بعضنا لبعض